وفقا لتقارير شبكة CNN فقد شارك هيرمان كين في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الامريكية لعام 2012 ضمن مرشحي الحزب الجمهوري ثم انسحب من الانتخابات وهو يعتبر مؤيدا قويا للرئيس الامريكي دونالد ترامب في ال20 من يونيو الماضي شارك كين في التجمع الانتخابي لترامب الذي يقيم في مدينة تولسا بولاية اقلاهوما وقد شهد محاطا بحضور اخرين ولم يكن ايا منهم يرتدي كمامه وتم تشخيص حالة كين بانها عدوى بفيروس كورونا الجديد في ال29 من يونيو وتم نقله الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في الاول من يوليو وافادت وسائل الاعلام الامريكية انه بعد التجمع الانتخابي في تولسا تم تشخيص حالات ما لا يقل عن ثمانية من موظفي فريق ترامب بانها عدوى بفيروس كورونا الجديد فقد تم فرض العزل المنزلي على عشرات الاشخاص في جهاز الخدمة السرية المسؤول عن سلامة ترامب وعائلته